السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة على أصولها مع أحمد أمين حلقة النهاردة هنخرج أو هنبعد خالص عن منظومة الحكشة في الوقواق وهنروح لحاجة تانية جميلة جدا جدا حلقة مختلفة ومميزة إن شاء الله وعنوان الحلقة هي ظاهرة كونية اسمها كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو رونالدو تسعة وتلاتين سنة رونالدو فعلا ظاهرة كونية تستحق الدراسة ولازم يتعامل عنها فعلا دراسات وأبحاث ويتدرس فعلا فعلا رونالدو يتدرس مش نادي مصر اللي بيقوله نحطه في المناحك يعني بيحطم كل الأرقام وبيضرب كل التوقعات ويوم بعد يوم كل ما يزداد في السن بيكبر في السن بيزداد نوتجن وبيزداد حلاوة وجمال وتقلق حاجة غريبة جدا جدا طبعا هو حاليا لعب في النصر السعودي بدأ مرسيرته في البرتغال بعد كده كان سبورت انجليش بونا انتقل بعد كده برتغالي منشيست الرايتل الإنجليزي ريال مادريدي الأسباني يوفنتوس الإيطالي رجع تاني منشيست الرايتل الإنجليزي وبعدين حاليا في النصر السعودي كريستيانو رونالدو في السن 39 سنة في السن ده السنة اللي فاتت أفنين 23 أكتر لاعب سجل أهداف في العالم في العالم ماشي في الدوري السعودي ومنافات السعودي ودوري أبطال وكل حاجة بس برضو في السن ده ودوري السعودي مش دوري قليل مسجل 54 هدف في 59 مباراة متجاوز النرويجي أيرلينج هولاند في المان سيتي وإمبابي كلان إمبابي في البي اس جي في البريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو بيصل مع منتخب البرتغال 250 مباراة دولية عميد 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 لعيب العالم ولسه شغال وأساسي في منتخب البرتغال وبيصنع الفارق وبيسجل وبيصنع وقالسست وكل حاجة زي عايزة تقول قول كريستيانو رونالدو لاعب مش هبة ربانية مش مهبة ربانية زي مارادونا زي ميسي دي ناس مواهب ربانية زي مثلا بليخ حمدي في التلحين مثلا على سبيل المسال عشان نعرف لكم الصورة مثلا بليخ حمدي وعبد الوهاب عبد الوهاب درس مزيكة بيختبس بيقلد بيجيب حاجات من الغرب إنما بليخ حمدي ده سبحان الله يعني راح ما طلعوا عليهم الاتنين ده تعصروا ينزل مزيكة ده بيشر مزيكة من كل حد بيطلع مزيكة من دين ما تعرفش من عند ربنا زي بالزبط قولنا مارادونا وميسي كده كسين رونالدو راجل بيشتغل على نفسه راجل بينمي نفسه صنع نفسه بنفسه يعني أكثر التقلق بتاعه جاي من نفسه هو اشتغل على نفسه صح فهنقول أنا عايز يعني في رمضان كده كأننا بنقول حواليط رمضانية هقول بس حكايتين كده عن رونالدو عشان نعرف إزاي رونالدو بقى رونالدو الحاجة الأولانية إنه هو إحنا نعرف طبعا إنه هو ليه لعب اسمه نيلسون سميدو بلعب دلوقتي في غولفر هامتون الإنجليزي برتغالي وزميله في المنتخب البرتغالي بيحكي حكاية كده ظريفة عن الدون عن رونالدو بيقول إنه هم كانوا منتخب البرتغال في رحلة للأراضي الصينية عموا عسكر ومشات ودية في الصين ورجعوا اسبانيا طبعا سميدو كان في الوقت ده بلعب في البرسا ببرشلونا والدون بلعب في الريال مادريد طبعا في المرينجي فرجعوا مادريد في ساعة اتنين ونص الصبح ورونالدو عزم سميدو إنه نقدم عاكم يوم يعني أو يرتاح عنده بيقول طبعا إنه دخلنا الفيلا عند رونالدو أنا متوقع طبعا بعد رحلة في الصين يعني وصفر وبهدلة وتعب أنا شايف السويمينج بول والجاكوزي فتوقعت إنه هننزل البول والجاكوزي ونعمل ريلاكسيشن كده ونعمل اللي هو إطالات وفرض عضلات وكلام ده وراحة وحاجة جميلة جدا بقى ونستمتع بعد رحلة العناء وصفر المتعب ده فبيقول بالزبط كده خمس ده ولقيت رونالدو داخل العناء بيقول لي سيمي هو بيدلعه يعني سيميدو هو اسمه أونيلسون سيميدو بيقول له سيمي تيكزيس أو خود ده يعني لقيته بالديني ملابس رياضية للجاري فبيقول له ايه ده يا رونالدو انت عايز ايه يعني هنعمل ايه بتاع بيقول قال له لا احنا هنعمل شوية الترياضة هنجري شوية فبيقول لك طبعا سيميدو دلوقتي عنده تلاتين سنة ورونالدو عنده تسعة وتلاتين يعني واصغر منه بتسعة سنين فسيميدو بيقول انا عدت حاجبيني وبالنفسي والكسافت هقول له ايه فقلت له اه طبعا اوكي تمام تمام فل حاجة واخرجوا برا يجروا يعملوا جاري ما اعرفش لمدة ساعتين حاجة كده يعني فده ده العقلية ده الفكر لسه كمان مبارح الارجنتيني كارلوس تيفيز اللي هو كارليتوس نجم طبعا ارجنتيني وبرضو لعب اللي عندها كبيرة وهداف وكان زامل برضو ادون في الريد ديفلز في المان يونيتد في ماشيستر يونيتد في وقت بلاوقات فبيقول كنا عندنا تدريب في مانشيستر رونالدس الساعة 9 الصبح فبيقول انا نزلت باتلي بالصدفة راح الساعة 8 الصبح مفيش حد خالص لقى مين موجود رونالدو فبيقول استغربت قلت الراجل ده جي امتى وبيعمل ايه وكده يعني فبيقول اليوم اللي بعدها قلت بقى ايه انا هتحدى الراجل ده هروح قابله قمت راح 7 ونص لقيته موجود ايه عمي في ايه انا هتجنن هو بيعمل ايه في النادي بيجي بيجي يعمل ايه وبيجي ازاي وبيصحى امتى وبينام امتى فبيقول برضو ضغطت على نفسي اللي بعدها قلت بقى انت راح 6 ونص لقيته موجود بيقول ايه نعم حسيت ان النوم في اعنيه وان هو مش نايم كويس بس بيقول الراجل ده حاجة غريبة راجل ده ظاهرة كيستان رونالدو اول واحد بيروح النادي اول واحد بيحضر التدريب وبعد ما بيخلصوا التدريبات بتاعتهم كل التدريبات اللياقة والفتنس والمهارة كل حاجة بيخش الجيم بيكمل في الجيم كل بيت رونالدو بيسكنه في اي دولة هو كان فيها في البرتغال في اسبانيا في البرتغال في انجلترا في اسبانيا في ايطاليا في السعودية لازم عنده جيم على احدث اترازه كبير جدا والجيم ده على طول كل يوم تقريبا بيقضي في الجيم ده تقريبا اتلست يوميا مش اقل من اربع ساعات مع التدريبات بتاعته بتاعت النادي العادية علشان كده هو بقى كريستيان رونالدو في السن ده وبيعمل اللي بيعمله ده يعني اعتقد بما يفعله بما يقدمه يعني اعتقد ان لسه ان شاء الله قدامه الكثير والكثير ما عرفش لحد امتى ممكن اللي يوصل لخمسين سنة هو بيقدي وبيعطي وبيدي وبيعمل نتائج وبيعمل ارقام وبيحطم ارقام وانجازات تاريخية على العلم بس معلومة قبل ما اختم ان انا انا برشلوني وكل ناس عارف انتمائي يعني او تشجيعي انا كتالوني وبرشلوني تماما وما بحبش يا المدريد خالص انما انا شايف ان هو من الغباء والحماقة ان اي حد في العالم يكره اليون الميسي او كريستيان رونالدو ما ينفعش باي حامل احوال اه انا مش بشجع الفريل هو بلعب فيه وما بحبش انه يكسب انما هذا الرجل يمتعني ويصنع الفارق ياريت ياريت بس الناس في الوقواق اللي بيعايزين ولدهم ابو ابطال يبصوا لي الظاهرة الفينومينا دي الظاهرة الكونية دي سي ار سيفن كريستيان رونالدو اللهم قد بلغت اللهم فاشهد اللي تعجبه الحلقة فضلا وليس امرا لايك وشير اللي مش مشترك في القناة فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد وفي النهاية السلام ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته